يسعد مساكن جميع معكم شاهر رسلان و اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بهذا الفيديو ان شاء الله راح فرجيكم كيف نحنا منشحن حساب البايبال او منحول مصارع على حسابنا بالبايبال لحتى يصير عنا قسيمة بايبال ونقدر نحنا من خلال هاي القسيمة انو نشتري بمواقع الانترنت طبعا العملية بسيطة و ما بتتطلب منها غير ثوانة فقط ولكن لازم تنصطه لالي بهذا الفيديو كثير منيه لحتى تنجح هاي العملية طبعا هاي العملية راح تكون لعام 2023 يعني احدث طريقة لهيك تابعوا الفيديو خطوة بخطوة و قبل ما ابدأ هذا الفيديو بيتمنى من الكل انو يحط اعجاب لهذا الفيديو وشارك هذا الفيديو مع اصدقاء و لحتى تعمل فائدة على الجميع طبعا اول شغلي منسوية هي منفتح موقع بايبال او تطبيق بايبال طبعا الطرق كله ياتها نفسها ولكن بتختلف بس الواجهة تبع واجهة العرض اول شي بنفتح هون على حسب البلد اللي نحن عايشين فيه paypal.com او paypal.ca او حسب البلد اللي نحن عايشين فيه مثل ما شايفين هون عندي رصيد بايبال 26 يورو 51 سنت انا هلا بدي عبي رصيدة البيبال طبعا مثل ما شايفين هون بيحط لي دايما الكديد كات البطاقة الاعتمانية والحساب المصرفة اللي مربوطين بالاساس ما حسابه بالبيبال هلا انا بروح على هذا الخيار طبعا انا من اكتر الاسلي اللي بتجيني انو حول اللغة للانجليزية وهي انا بالاساس عايش بالمانيا فمشان هيك الموقع اللي حالو بيحول اللغة لالالمانية ولكن الخطوات هي نفسه والخيارات نفسه يعني ما بتفرد بما معناه شحن حساب البايبال او بما معناه انو هاي المساري اللي عند انا موجودة بالحساب البايبال في نحوله على حساب المصرفي بحط هذا الخيار بضغط عليه طبعا هون اول خيار هو ازا كان انا عندي مصاري بالبيبال في نحوله على الحساب اللي موجود عندي المصرفة اللي انا رابطه بالاساس مع حساب البايبال هاي حوالي لخارج البلد وفي هون عنا الطريقتين اه لا الدفع او لشحن حساب البايبال اول شي عندي هون انا الطريقة الكلاسيكية بحيث انو انا لما بضغط اطلع على هذا الخيار بيطلع لي معلومات انو هدول المعلومات انا لازم حول اه يعني على هذا الحساب برولة عند البنك او اذا عندي مثلا اونلاين بانكينج بحط هدول المعلومات وطبعا برسلوهم بالمبلغ اللي انا بديها ولكن هاي العملية بتطول من واحد لاثنين ايام طبعا ليش عملكم انا هذا الشيء لانو مو كل الاشخاص بيستخدموا اونلاين بنكينج بنفس الطريقة هلا انا بدي الطريقة الثاني واللي هي يعني شحن حساب البايبال عن طريق جيغو باي نضغط عليه مثل مو شايفين هون بيوجهنا للجيغو باي هو الموقع اللي انا بالاساس بدي اشحن حساب البايبال فيه مثل مو شايفين هلا هون اذا انا بدي اروح على حسابه حاطط لي ستة وعشرين يورو وواحد وخمسين سنت انا هلا مثلا بدي حط له بحط مثلا خمسين يورو وبحط هون انه انا بوافع على بنود الخدمة وشروط الاستخدام هلا هون بحط فيتا يعني نيكست متل مو شايفين حط لي انه الربط مع بايبال بيضغط هذا الخيار حط له فيتا نيكست كمان بحط نيكست منتابع الخطوات كلها متل ما انا موجودي هلا مندور نحنا على البنك اللي نحنا بالاساس رابطينه مع حساب البايبال بحط له فيتا متبتسالن يعني نيكست وبحط له هون قبول هلا بيوجهني لموقع البنك تبعي الاساسة وبحط هون معلوماتي تبع الانلاين بينكينج بحط له يتا بتسالن يعني الدفع الان طبعا هون هلا بيطلع لك كل الخطوات اللي انا عملتها هلا هون طبعا بيرسل لي رسالة على موبايله او على التطبيق اللي انا رابطه لحسابه المصرفة هلا بأكد عملية التحويل عن طريق الموبايل ومثل ما شايفين اللي اوف كلادن يعني تم تعبئة رسيد بايبال بحط له هون نيكست مثل ما شايفين انه صار عند المبلغ 76 يورو 51 سنت وبقدر استخدم هاي القوت هاب من قاسيمي لدفع اي شي عن طريق بايبال مثل ما شايفين هون تمت العملية خلال ثواني اذا هذا كان كل شي بيتعلق في فيديو اليوم بتمنى انه هذا الفيديو نالعجابكم ومثل ما شفته انه العملية ما اطلبت يعني غير ثواني بسيطة ولكن الشي اللي لازم نركز عليه كتير منيح هو انه لازم يكون الانترنت عنا شغال لانه احيانا اذا نقطع الانترنت خلال عملية التحويل يمكن انه يصير خطأ ويتحول هذا المبلغ عن طريق الخطأ مرتين اذا بشوفكم بخير ان شاء الله بالفيديو الجاي في امان الله اشتركوا في القناة